السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية اليوم إن شاء الله وتحت طلبكم المتزايد جئت لكم بخلطات ممتازة لإزالة التجاعد لعلاج ترهولات الوجه وكذلك ترهولات الجفون وأيضاً تعالج الخطوط الدقيقة وطيات الخدود وكل الآثار التي تبدأ مع التقدم في السن فهناك أيضاً سيدات أو فتيات تظهر لديهن هذه الخطوط وهذه العلامات في سن العشرينات بسبب كثرة القلق والهموم وكذلك بسبب شد الأعصاب طوال النهار لذلك حبيباتي فهذه الوصفات هي صالحة لجميع الفئات العمرية وأيضاً لمن تعاني من التجاعد كذلك طبقها فهي تشد الوجه أيضاً تقي الوجه من التجاعد ويجب أن ننتبه حبيباتي لأهمية وضع هذه الخلطات في الليل قبل النوم ولا نتعرض إلى أشعة الشمس بعدها وأثناء تطبيقكم لهذه العلاجات طبقوها دائماً وطبقوا أيضاً واقي شمسي عند الخروج من المنزل وبالطبع ضروري شرب كميات كثيرة من الماء فالترطيب الداخلي من أسرع ما ينجح كل هذه الوصفات وهو أيضاً سر البشر المشدودة والشابة دائماً فتابعوا معي أخواتي هذا الفيديو للأخير لنتعرف على هذه الوصفات كل واحدة على حدة إذن على بركة الله سنحتاج لقطعة صغيرة من الموز خذوا قطعة صغيرة من الموز بهذا الشكل ثم قوموا بهرسها حتى تحصلون على عجينة أو على شكل سائل نستمر في هرس الموز بهذا الشكل فالموز حبيباتي هو من أفضل المكونات التي تجدد شباب الوجه يعطي نظارة وهو أيضاً جد غني بالفيتامينات والمعادن يجعل البشرة تنتج كميات كبيرة من الكولاجين فيصبح صعب جداً أن تهاجمكم التجاعد مهما كان الثن فكل أطباء التجميل يعتبرونه بوتوكس طبيعي لكن يتطلب المذاومة على هذه الوصفات وبالأخص التي تحتوي على الموز سنضيف هنا لهذه الخلطة أي إلى الموز إلى قطعة الموز التي قمنا بهرسها سنضيف تقريباً مقدار ملعقة من جيل الصبار أو جيل الألويفيرا يمكنكم كذلك إذا كنتم تتوفرون على جيل النبتة يمكنكم أخذ هلامها واستخدامه أيضاً في هذه الوصفة فجيل الصبار أو جيل الألويفيرا يجدد خلايا البشرة يجعل الوجه يتخلص من الخلايا الميتة والتالفة فهو مرطب ممتاز للوجه يعالج الالتهابات الإحمرار والحكة الحساسية فهو مناسب للبشرة الحساسة وهو أيضاً ينظف البشرة ويعالج جميع البقاء الدكنة والتصبغات التي نعاني منها يشد أيضاً الوجه يرمم الجلد في نفس الوقت سنضيف كذلك هنا مقدار ملعقة صغيرة أيضاً من العسل الطبيعي عسل النحل فالعسل هو ممتاز للتجاعيد غني بمضادات أكسدا يقتل الجذور الحرة المسببة لهذه الخطوط نقوم هنا على بركة الله بدمج هذه العناصر مع بعضها البعض حتى نتحصل على خلطة متجانسة نستمر في دمج كل هذه المكونات جيداً بعد ذلك نطبق هذا الماسك على وجه نظيف نضعه كذلك على الرقبة وذلك لإزالة الخطوط وأيضاً الاستمرار كذلك التصبغات نتركه إلى أن يجف بعدها نقوم بغسله بالماء الدافئ أولاً ثم بالماء البارد ثم تقومون برش أي نوع تونر لديكم أو متعفر لديكم كمثلاً ما الورد فهو تونر جد ممتاز للبشرة يشدها وكذلك يحميها من التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة والرقيقة ولا تنسوا أيضاً حبيباتي الترطيب دائماً في الليل بالزيوت الطبيعية استخدموا مثلاً زيت الأفوكادو أو زيت الورد أو زيت اللوز الحلو فكلها زيوت طبيعية معالجة للتجاعد اختاروا منها حسب المتوفر لديكم أو يمكنكم إن كنتم تتوفرون عليها كلها دمجوها وطبقوها بشكل يومي بالليل بالخصوص تكرر حبيباتي هذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع ولا يمكن الاحتفاظ بها يعني بالباقي يمكن أن تطبقوا الباقي على العنق اليدين القدمين لإزالة تجاعيد المفاصل وكذلك لتبيض هذه المناطق والآن ننتقل حبيباتي للخلطة الموالية سنحتاج لبذور الكتان قوموا بتحنها في متحنة كهربائية ثم تقومون باستخدامها مباشرة بعد تحنها وإذا أيضاً أردتم الاحتفاظ بها فاحتفظوا بها وهي مطحونة في قارورة أو برطمان زجاجي مغلق ويكون غامق اللون وفي مكان مرلم لكي لا تفقد زيوتها الطيارة وفعاليتها ضعوا ملعقة منها صغيرة في هذه الوصفة بعدما قمنا بطحنها نستخدم هنا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة من مطحون بذور الكتان أو ما يسمى كذلك بزرية الكتان وسنحتاج كذلك إلى السمسم أو ما يسمى بالزنجلان اضحنوا كذلك إلى أن يصبح لين فالسمسم أو الزنجلان هو من أشهر المواد الطبيعية التي تحارب التجاعد لأن به مركبات تقاوم تراهل وخطوط البشرة وكذلك هو جد غني بالزنك الذي يعتبر معدن الجمال ويحفز أيضا من إنتاج الكولاجين بالبشرة يرطبها ويغذي الوجه ويجعله مشدود ولا ماء سنضع كذلك هنا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون السمسم أو مطحون الزنجلان وسنضيف كذلك بذور الشيا يمكنكم أيضا طحنها حتى تحصلون على مطحون بذور الشيا فهي رائعة جدا لتفتيح البشرة تجدد خلايا الوجه ترمم خلايا البشرة التالفة وتقويها نضع كذلك مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الشيا بهذا الشكل ونبدأ على بركة الله في دمج وخلط هذه العناصر الجافة مع بعضها البعض حتى تتمازج لنا كل هذه المكونات بعد ذلك سنضيف مكون آخر سنضيف هنا الزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو ما يسمى بدانونم السوس الياغورت اللبن الرب كلها أسامي في مختلف البلدان العربية هنا إذا لم يتواجد لديكم الياغورت الطبيعي يمكنكم أيضا تعويضه بالحليب السائل الكامل الدسم أيضا أو كذلك بالقشدة الطرية سنضيف هنا مقدار ملعقة من الزبادي وسنضيف كذلك الحليب السائل الكامل الدسم سنضيف هنا الحليب بعد ذلك سوف نضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو كما يمكنكم إذا لم يتواجد زيت اللوز الحلو يمكنكم إضافة زيت الزيتون كذلك نضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ونبدأ في دمج هذه العناصر مع بعضها البعض حتى نتحصل على خلطة كريمية تكون على هذا القوام كما تلاحظون بعد ذلك نضع هذا الكريم على بشرة نظيفة نضعه كذلك على العنق على كامل الوجه مع تجنب دائما دائرة العينين نتركه من ربع ساعة إلى نصف ساعة على البشرة بعدها نقوم بغسله بالماء التافئ ثم بالماء البارد وفي الأخير يستحسن ثمرير قطعة من القطن تجنبها ماء ورد بارد أو كذلك يمكنكم أخذ مكعبات متلجة من الحلب السائل أو من كذلك ماء الورد أيضا أو من ماء البابونج المتلج أو عصير البطاطس كذلك فكل هذه المواد وهذه الطريقة تجعل الوجه يجدد الخلايا بسرعة ويسترجع شبابه تكررون هذه الوصفة من ثلاث مرات إلى أربع مرات بالأسبوع فهي سريعة النتيجة لأنها مضمونة وفعالة بكل تأكيد أما إذا تبقى لكم منها يمكنكم الاحتفاظ بها في التلاجة ثم غطوها جيدا بغطاء بلاستيكي وإذا جفت معكم يمكنكم إضافة لها القليل من الحليب أو القليل كذلك من الزبادي أيضا لتصبح جاهزة من جديد إذا لننتقل الآن إلى الخلطة الموالية والتي يمكنكم فيها وضعها تحت العينين فهي خلطة تعالج تراه الجفون وكذلك التجاعد التي تكون في دائرة العينين وعلى الوجه بأكمله هذا إذا أردتم ذلك فتابعوا مع الفيديو للآخير في هذه الوصفة سنحتاج هنا إلى مقدار ملعقة كبيرة من جيل الصبار أو جيل الويفيرا كما أقول دائما إذا كنتم تتوفرون على جيل النبتة فيمكنكم استخدامه فيكون أحسن وسنحتاج أيضا إلى ملعقة صغيرة من الفازلين أي كريم الفازلين نضيف هنا ما يعادل ملعقة صغيرة بهذا الشكل بعدها سنضيف أيضا مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو بهذا الشكل ومقدار ملعقة صغيرة من زيت زريت الكتان أو بذور الكتان بعدها سوف نبدأ بدمج كل هذه العناصر هنا إن كنتم لا تتوفرون على كل هذه الزيوت فلا بأس استخدموا فقط المتواجدة لديكم ندمج هذه العناصر مع بعضها البعض حتى نتحصل على خلطة متجانسة نستمر هكذا حتى نحصل على كريم أو خليط بهذا القوام يمكنكم وضعه في قنينة أو علبة زجاجية والاحتفاظ به ثم تطبقونه حول العينين يمكنكم أيضا وضعه على الحواجب على الرموش كذلك فهو يكتفها يقويها ويوقف أيضا تسقطها ضعوه كذلك فوق الجفون العلوية على جوانب الأعين وتفادوا إدخاله للعينين ناموا به حتى الصباح وقوموا بغسله بشكل جيد كرره يوميا بالليل فهو يشد الأعين يعالج الترهولات بها ويعالج كذلك الهالات السوداء ويعطي نظرة مشرقة وأعين شابة ومشدودة إذا حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها وإذا أعجبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك أيضا مشاركته مع الأصدقاء أما إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم يسعدني انضمامكم إلى القناة وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد إذا إلى اللقاء حبيباتي نلتقي في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر